السلام عليكم أشباركم أموركم هانية كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبئة مصطحة اليوم ان شاء الله سوف نتشارك معكم أروع بريوش جوج أشكال من عزينة واحدة وبطريقة سهلة كي يجيبنين وخفيف وقطني كنتمنى يعجبكم و لا تنسوني لايك وبرتج الفيديو كي تعمل فائدة و كيف لعدنا نبدأ بالصلاة على نبينا عليه أفضل صلاة السلام بسم الله على بركة الله نتعرف على المكونات و الطريقة للتحضير سوف نحتاج معلقة كبيرة الخامير الفورية أو المعجونة اللي كان عندكم خدموا به و هنا شوية الملح و صاشي الخامير الحلوى و صاشي الفاني و معلقة كبيرة من الخل و نحتاج جوج بيضات و نصف كأس من سكر سنيدة و جوج الكؤوس و نصف كأس نباتية و نصف كأس زيت نباتية و الطحين سوف نعبر معكم إن شاء الله عندي الطحين أبيض خاص بالحلويات سوف نعبر معكم بالكأس العنبة و نضع جوج الكيسان الحليب الدافي مع صاشي الفاني و نصف كأس سكر سنيدة و نضيف معلقة كبيرة الخامير الفورية و نخلط و نضيف 1 كوب دقيق أبيض و نخلط مزيد حتى يتجنس ليل خالط و نغطيه 1-5 دقيق قبل متفاعل ليل خامير و نكمل التحضير و بعد متفاعلت ليل خامير و نضيف نصف كأس زيت نباتية و الملح و معلقة كبيرة الخلب و نضيف البيض و نضيف البيض و نضيف البيض و نضيفه على جانب و نغطيه و هنا و هنا و نضيف و هنا و نضيف كأس الثاني و الكأس الثالث و نضيف التدريج و نقوم بتدريج و نتخدم و هي و هنا و اخذ الكأس الثامن بقي لي كأس واحد فعادة هذا الخلط يأخذ مني ستادي الكوكس ويبقى دائما على حسب الحاجة ونضيف الخمارة الحلوة 7 قرام ونبدأ نخدم بيته تقريبا ما يحتاج هذا البريوش العزين غير كنجمعه العزينة نحتكت جنس وصافي وكتبقى العزينة هاد البريوش مرخوفة بشكي يجينه خفيف وقوطني وما تبقى جريه بزاف هنا نزيد معلقة كبيرة من فوق ستادي الكوكس 600 جرام دقيق وضفت ملعقة كبيرة لكي لا تبقى العزينة طرية كثير من القياس المهم هذا هو القاوم نضعها بواحد السوية نزيد نباتية ونغطيها ونخليها تخمر وبعدما خمرت نضيف غازها نخرج من الهواء ونوضعها فوق سطح العمل ونستعن بشوية دقيق في العزينة طرية نشكلها في هذا الشكل نضيفها ونجيبها ومشاء الله نقسم العزينة على جوج جوج أشكل البريوش نضيف الكورة اللولة نغطيها بلاستيك غذائي ونبدأ في الشكل الأول نشكل منه ثلاثة ديال الكورات نحاول نقذهم يكونوا متساويين واحدة شوية كبيرة ونزيد في الخرى اللي شوية صغيرة نضيفها ونحن نضيفها ونضيف تحلق ونشكلها ونقذها ونقوم نحاول نشكل العزيني يكون على شكل دائلي ونضيفها لا تتمحز لتشكل معي وضعتها في لطاة الفرنة ونقذها نضيف مزيل او نعود نبسط على الكرة الثانية بنفس الطريقة على شكل دائري بعد ما نبسطها ناخد شوكولاتة الدهن اي نوع كان عندكم خدموا به المهم انا توفر لي هذا وكندهن به المهم ماشي بزاف غير شوية شوية وكتحاولو انكم توزعوه فوق من الدائرة او ما توصلوش للجناب كيف ما كتلاحظو في الفيديو ودائما نوزعوه بالدهر دي الملعقة ومن اللي تهزو الشوكولاتة عو تاني كتهزوها بالدهر دي الملعقة سوف ناخد عو تاني الكرة اللي بزط ثانية وكنوضعها من فوق الشوكولاتة اللي دهنت وعو تاني نفس الطريقة كندهن عو تاني بالشوكولاتة وبصراحة هذا البريوش كيزي رائع بزاف والديد ما تشبعوش منه كنتمنى منكم تجربوه سوف نضيف عو تاني الكرة التالية اللي بزط على شكل دائري وكنحاول نقدهم زيان دابا صافي مكندهنش بالشوكولاتة هالطبقة التالية والاخيرة غير كنقدهم زيان بيدية وغنزيب القطعة دي البيتزا وكنبدأ نقطع بالشكل كيف ما كتشوفو معايا من النصف وعو تاني من النصف وكنقطع على 4 وعلى 8 وعودك 8 دي القطعة كل قطعة كنقطعها على جوجح تكي وليو عندي 16 قطعة تلصق كل قطعة كنلويها على جوجة المرات ودائما إللقيتها كالعزينة تلصقات كنعود نقطعها بالقطع هذه البيتزا وانية كنلوي والاطرف كنجمعهم لكي تدينها على سكل وريضة فبصراحة هذا الشكل كي يجيزوين فانا كنلوي وكنلصق الاطرف حيط العزينة تلصق كتلصق 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 نضغط على العزين من الوسط كي يجيزوين مصدود لا يمكنك أن تقطع من الوسط لا يجيزوين مقطع ونقدم جيدا كي يجيزوين على شكل دائري وبصراحة البريوش كي يجيزوين ونجعله يخمر بينما نشكل الشكل الثاني ونبدأ في الكورة اللي بقتلية العزين نشكل منها بريوش الورضة أشكل فردية سوف نقسم هذه الكورة اللي عايزين على عشرة القيطة نحاول انهم يكونوا متساويين سوف نشكل الكورة واللي كبيرة نقسم منها ونزيد في اللي صغيرة نشكلهم كلهم وهنا يصفي شكلتهم ونغطيهم بواحد البلاستيكة ونأخذ اللاك ودائما نستعمل بواحد شوية بقيق ونبسط على شكل طولي الكورة العزين ونأخذ المربى وندهن به استعملوا اي نوع المربى انا عندي الخوخ وممكن انكم تعودوا المربى بكريم باتيسير وكيف ما لحطوا معي قطعت بالقطاع ذي البيتزا العزين وما خرجت تقطاع ونأخذ حبيبة الشكولات ونرشه ونلوي ونسد سوف نوضعها في اللاطا الفران ونعود معكم وحيدة نبسط بشكل طولي ونحاول نوسعها واحد شوية سوف يجيني الشارط بهذا الشكل وندهن بالمربى ودائما ما نخرج تقطاعات ونقضعها من الواسط كي يجيني الخطوط والعزينة تبقى متماسكة من الجناد ونلوي سوف ندورها ونأخذ الطرف ونلسقه على الطرف الثاني كي تلسق سوف نوضعها في اللطا الفران ونكمل بنفس الطريقة نظن الطريقة واضحة وسهلة هذا هو البريج الوريدة و البريج الشكل الثاني حزم عائلة سوف نضغط الصفر وضحت عليهم شوية الحالب وشوية من قطرة الخل سوف ندهن بهم البريج ثم نضغط الصفر وضحة ثم نضغط ونضغط الصفر ونضغط الصفر ونضغط الصفر سوف نقوم بتحمر ارضه فيه البل سوف نخرجه سوف ندهن الثاني كي نطيبه تهو مرة هذا سوف ندهن نفس الخلطة الصفار البيض اللي بقتلية ندهن بها هذا البريوش الفردي و سوف نزين نرش واحد شوية زنجلة فوق منه و تزين دائما كي يبقى اختياري سوف ندهن مزيان و نرش نكمل سوف ندهن نهائي هنا يصف يكمل الدهن بالبيض و رشيتهم بالنجلة سوف نطيبه نطيب الكل و نرجع معكم هنا السكل الاول هو طاب بصراحة يجي مذهب و محمر و الريحة تشهي دي البريوش من اروع البريوش اللي زربت كنتمنا منكم تجربوه هذا هو السكل النهائي عوتاني دي السكل الثاني يلا خرجتم من الفرن بقي صخون و هنا يقدمتو و كيكون هذا هو السكل النهائي دي الاسكل دي البريوش اللي تشركت معكم اليوم بصراحة كي يجيوا غزالين فكنتمنى منكم تجربوه و مطردو عليها في التعليق كيف جاوكم كي يجيوا قطنيين و لدد بزاف و خفاف هذا هو الشكل ديالهم و اكيد غنقسم معاكم بصراحة بريوش كي يجي قطني و خفيف و ريحتو كتشهي كنتمنا يعزبكم وبصراحة ضقتو الديد و الشكل الثاني هذا هو الشكل دياله بصراحة كي يجي فرضي بالنسبة الاطفال في المدرسة على الابواب تصيبوه وتعطيوه لوليداتكم يديوه معهم المدراسة و بصراحة هاد الانواع ديال بريوش أسهلوا قلد ما يمكن لكم توجده القوتي و الفطور و المدراسة الوليدات و هنا يكن قسم معاكم وحيدة من الشكل الفردي و هذا هو الشكل النهائي دياله كنتم نعزبكم و نكون خفيفة ضريفة على قلوبكم و ما تنسونيش من تشجيعاتكم باش نستمر الى اللقاء